السلام عليكم و اشتركوا في القناة موضوع الحلقة اليوم عن الكولاجين الكولاجين هو احد انواع البروتينات المهمة لجسم الانسان طبعا الكولاجين بيشكل تقريبا تلت البروتينات الموجودة في جسم الانسان فهو مهم جدا بيتألف او بتدخل بصناعته احماض امينية معادن وفيتامينات طبعا الكولاجين بيهمته بصحة الجسم نظارة وشباب البشرة وهو اشياء اخرى ممكن يفيدك بالقلب صحة القلب وشرايين القلب وغيره طبعا الكولاجين هو من البروتينات غير قابلة للزوبان لذلك يعطي قوام للجسم طبعا يدخل بالغضريف بالأوتار بالأربطة بالمفاصل بالعظام كمان بيدخل بالأسنان بيدخل بالشعر بالأظافر بالأوعية الدموية كمان ممكن يدخل بتركيب العضلات كمان بيدخل النوع الأول هو 90% هذا يدخل بالأربطة بالجلد كمان بالعظام النوع الثاني هذا يدخل بالغضريف الديسكات بين الفقرات النوع الثالث هذا يدخل بالعضلات والأوعية الدموية النوع الرابع يدخل طبعا بالكلة يدخل كمان بعدسة العين يدخل كمان بالإذن الداخلي ما هي فوائد الكولاجين فوائد الكولاجين عديدة أول شيء يمنع حشاشة العظام يمنع حنية الظهر يخفف آلام المفاصل يمنع الالتهابات المفاصل خاصة الروماتيزم يحسن من الكتلة العضلية كمان يحسن من صحية القلب يستخدم لعلاج الحروق التقام الجروح يحسنها يستخدم للتجميل يمنع تجاعية الجلد السيلوليت يمنع كمان العلامات التمدد كمان يحسن من نظارة البشرة كما قلنا خصوصا للمرأة بعد سن اليأس يمنع تساقط الشعر ويمنع حشاشة الأظام يحسن من الجهاز الهضمي كمان يخفف من آلام الغضاريف من الليل من تلف الغضاريف هناك أشياء نحن منساوية وفيه أشياء خارجة عن إرادتنا ممكن تسبب خسارة لهذا الكولاجين بالجسم أول شيء عندك تقدم بالعمر أمراض مناعية ويراثة هذا كله يؤثر على مخزون الكولاجين بالإضافة نحن نأكل سكريات وكاربوهدرات كتير لا نشرب ماء منيح كمان مشاكل عندنا التوتر عندنا نتعرض للشمس أو أشياء على فوق بنسجي أكثر من لازم حرارة مصادر حرارية كتير تدخين بكافة أنواعه هذا كله يؤثر على الكولاجين يستنزفه يقللنا مثل مشاكل الهرمونات تغيرات الهرمونات وسن اليأس عند المرأة ماذا يجب أن نحصل على هذا الكولاجين هناك مكملات في السوق ممكن أن نشتريهم جاهز لكننا نحن نعلم كيف تصنعه وكيف تجعل جسمك طبعا الكولاجين هو أحماض أمينية الأحماض الأمينية عندك أول شيء غليسين برولين وليسين هؤلاء الأحماض الأمينية متواجدين متواجدين بمرقة أو حساء أو شربة العظم العظام يعني مثلا شربة عظم الدجاج وغيرها عندك كمان موجودين بالبيض بياض البيض بالذات عندك موجودين كمان بمنتجات الألبان موجودين باللحوم مثلا لحوم البقر الغنم الأسماك الدجاج هذا كله غني بهذه الأحماض الأمينية طبعا بإضافنا لوحكوبs متواجدين فيما ندف ندفه فيما ندفه รغم conquered أي أخذ البيض إذا عزنا 80 كيلو يلزمك 80 جرام بروتين في اليوم يلعب رياضة ويبني كتلة عضلية يلزمك بروتين أعلى الثاني المهم الذي يساعد يربط هذا الأحماض الأمينية مع بعضها يلزمنا أول شيء فيتامين C أو فيتامين G هذا الفيتامين الموجود في الحمضيات الحمض بالليمون بالبرتقال بالفليفل الخضراء هؤلاء كلهم غنيين بهذا الفيتامين طبعا كمان ممكن تأخذه كمكمل لكن يلزمك 60 ميلي جرام فقط في اليوم فممكن تأخذها ليمونة واحدة في اليوم في الصلاة يكون أخذت الجرعة التي تريدها كاملة الثاني يلزمك رقم 2 وهو مهم جدا لإنتاج الكولاجين وهو النحاس النحاس يلزمك 2 ميلي جرام يوميا لكنه موجود في الكاكاو أو شوكولات داكنة موجود في المكسرات بزور دوار الشمس الثاني الثالث الذي يلزمك هو الزنك الزنك تقريبا 10 ميلي جرام يوميا وهو موجود في المكسرات موجود مثلا باللحوم البقوليات فول حمص عدس وغيره كمان يلزمك شيء اسمه الفوسفور الكبريت طبعا هذا أكيد تأخذه من الأكل لا يوجد جرعة معينة فممكن تأخذه التوم من المكسرات البقوليات الحبوب الكاملة لنحافظ على الكولاجين يجب أن نتبع هذه الأشياء التي أبدأ لك أولا أن تنام منيح تشرب مي منيح تخفف التوتر كمان تأخذ أوميغا 3 كمان مفيد جدا لدغم الأسماك كمان تحصل عليها من الأسماك أو يمكن تأخذه كمان من اللوز كمان ينزمك تأخذ مضادات أكسادة هذا مهم جدا الأغذية تكون غنية بالمضادات الأكسادة التوت بكافة أنواع الفريز هذا كله غني بمضادات الأكسادة وكما لا تنسى فيتامين A هو مفيد لتجديد البشرة هذا يجدد بشرتنا دائما كل منتجات التعالج البشرة فيها فيتامين A فيتامين A تأخذه إما من الجزر أو كمان تأخذه من الكبدة كبدة الخاروف كبدة البقر فيها غنية فيتامين A طبعا كما ترى الكولاجين مهم جدا لجسمنا بيرجعك صبية 20 سنة وكما بيرجعك شاب 22-23 سنة فلابد أنه نحن ناخده بعين الاعتبار ممكن ناخده كمكمل وممكن نحن نخلي الجسم يصنعه إذا اتبعنا نظام غذائي معين لا يستنزف الكولاجين ومن نفس الوقت نبني هذا الكولاجين ونحسنه حتى تحصل على نتيجة يجب أن تتبعه بمعدل 8 أسابيع يجب أن يمضى 8 أسابيع من انتباعك لهذا بعض الناس ممكن قبل يحصلوا على نتيجة حسب استجابة الجسم وبعضهم يجوز بعد تقدم العمر هو يلعب دور بخسارة هذا الكولاجين فلازم نحن نعاوضه وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة